عمرك سمعت عن الراسبر باي هو ايه الراسبر باي اه هو البتاع الاخضر ده طب ايه فايدته خلينا نشوف الراسبر باي بيختصار عبارة عن كمبيوتر صغير تقدر شغل عليه نظام ويندوز او نظام راسبيان وهو نظام من شركة لينكس مخصص الراسبر باي فيما داخل يو اس بي ونت اتش دي ام اي ممكن توصل الراسبر باي بشاشة وتشغله ككمبيوتر عادي او ممكن تستخدمه كمايكو كنترولر بس ثانية يعني ايه مايكو كنترولر المايكو كنترولر باختصار عبارة عن دائرة غيرة ممكن تبرمجه وتخليه تتحكم في الاجهزة التانية يعني ممكن تخلي الراسبر باي تتحكم في روبوت او كواتكوبتر سمارت هوم بس الفكرة هنا ازاي الراسبر باي بتشتغل خلينا نشوف مثال ببساطة كده هتجيب باس برو باي وبليوتوز مديول لامبة واي موبايل هتوصل البليوتوز واللمبة باسلاك جي باي او والاسلاك دي هي المسؤولة في استبال اشارات والتعاكم في الاجهزة التانية و هنشوف التفاصيل دي في الحلقات الجاية هتكتب الكود بكل بساطة و هتقول له القاتية لو البلتوز استقبل من الموبايل رقم واحد نور اللمبة ولو البلتوز استقبل رقم سفر اطفي اللمبة بس خلاص وهي دي النتيجة طبعا استخدامات الراسبر باي ما تتقفش لحد هنا الراسبر باي ممكن يتعامل بيها مشاريع ضخمة ممكن يتعامل بيها انظيم الذكاء الاصطناعي روتات تتعرف عليك وتفهمك او تسوق عربيتك وتعرف تحدد الجوانب والاشارات اللي على الطريق تتعامل بيها ماشينز زي ثريد برينترز او حاجات كتير فوق التخير ترجمة نانسي قنقر